أهلا بكم متابعي قناة الملوك اليوم سوف نتكلم على منضوع وهو عبارة عن سؤال سأله الكثير من متابعي القناة لماذا الفراخ عندي تكون أحجام صغيرة فترة وتموت طبعا حجم الفرخ يعتمد على أولا المربي عناية المربي في تقديم الغذاء المناسب وتنوع الغذاء للطيور خلال فترة التفريخ فضروري جدا خلال فترة التفريخ التنوع في الغذاء مثلا عند فترة التفقيس وخروج الفراخ نهتم بوضع البيض المسلوق وأيضا نهتم بوضع الحبوب المنوعة التي تحتوي على الفواكه المجففة وأيضا وضع الفيتامينات خلال فترة التفريخ إذا كانت لديك فراخ كبيرة عفوا إذا كانت لديك فراخ كثيرة وكان لديك إنتاج كبير فمن الأفضل هو وضع الفيتامينات خلال هذه الفترة والمرحلة الثانية هي الأم التغذية من الأم والأم والأب يعني الأنثى والذكر نلاحظ بعض الطيور لا تهتم بالفراخ يعني الأنثى تهمل الفراخ لا تطعمهم بشكل جيد فهذا هو سبب في ضعف الفراخ يعني يكون المربي مهتم وتكون الأم غير مهتمة فضروري جدا هو اهتمام المربي أولا في وضع الأكل والطعام المنوع وأيضا ضروري جدا اهتمام الأم بإطعام الفراخ الأم والذكر طبعا نلاحظ أن بعض الإناث لا تسمح للذكر بالدخول العش إذا كان يجد فراخ الذكر نلاحظ أن الذكر يطعم الفراخ أكثر من الأنثى فضروري جدا نركز على هذه النقطة أن الأنثى التي لا تسمح للذكر بدخول العش نلاحظ أن الفراخ تكون ضعيفة لأن الذكر يطعم الفراخ وأيضا يطعم الأنثى وهي في العش فتقوم الأنثى بإطعام الفراخ الذكر يطعم الفراخ بشكل أكبر وشكل جيد نلاحظ أن الذكر يخرج من العش يأكل ثم يعود لإطعام الفراخ لكن الأنثى أكثر الوقت تكون داخل العش فالأنثى المهملة التي لا تطعم الفراخ وأيضا ذكر المهم الذي لا تطعم الفراخ نلاحظ أن الفراخ تكون أحجامها صغيرة وبعض الفراخ تمرض وتموت بسبب ضعف النمو عند الفراخ فحبيت في هذا الفيديو أن أشرح لكم السبب في ضعف الفراخ وهو كما ذكرت لكم اهتمام المربي واهتمام الذكر والأنثى وشكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله انتظرون في مقطع قادم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر